السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه معنى عودة الحبيب القديم او الشخص اللي كنت بتمنى في الماضي اشوف انه رجع لحياتي مرة تاني نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام اولا ونعرف ايه معنى او ايه تفسير عودة الحبيب القديم رقم واحد افرق بين امرين الشخص ده انا لسه بتمنى ولا الشخص ده كان من زمن وانا ما بفكرش فيه طيب اولا بالنسبة للعزباء لو الشخص ده انا لسه بتمنى ولسه بدأ بيه وشفت انه رجع لحياتي هنا ربما انه يكون حديث نفس وربما ان الرؤية بتبشرك بعودته بالفعل طب هعرف ازاي من رموز الرؤية هي اللي تبينلك عشان ما تعليقش نفسك بامل مش حقيقي لا رموز الرؤية اللي هتبينلك اذا كان ده بالفعل عودة ولا انه ده حديث نفس فتذكري الرؤية كاملة طيب لو انا بقى الشخص ده مش ملتفت ليه ده اصبح من الماضي وفيه حد تاني في حياتي خلاص يعني فيه ود او فيه تمني لحد تاني احنا ده كله بنتكلم عن العزباء وشفت ان الشخص اللي من الماضي ده رجع ده هنا معنى ايه ده هنا معنى مشاكل هموم خلافات حتعود لقدر الله لحياتك الفترة اللي جاية فهنا لازم تستعيذي طيب لو شفت انه هو راجع ولكن انه راجع نادم راجع بيحاول انه يعني يكون فيه صلح يكون فيه عودة ود يكون فيه اي امر ما بينه هنا معناها ايه هنا معناها طالما انه نادم او حزين هو ده معنى انه عودة استقرار وراحق في حياتك في فترة انت بتمر بيها بكرب فلو هو جيب الوضع ده انه هو اللي حزينه متأسر اعرفي ان الفترة اللي جاية انت اللي فيه انفراجة وفيه استقرار وراحق هتعود لحياتك طيب بالنسبة للمتزوجة ايه معنى عودة الحبيب بقى للمتزوجة او الخطيب القديم هنا مش محمودة ليه لان هنا ده معنى انه مشاكل مشاكل قوية جدا بتعود لحياة المرأة المشاكل دي في محيط ايه في محيط خلافات زوجية ولقدر الله بيبقى فيها كلام على انفصال مش مجرد انه هو خلافه بينتهي لا ده هنا بتعود على خلاف قوي جدا خلاف يكاد يكون فيه كلام على انفصال فهنا ننتبه منها طيب بالنسبة للمطلقة المطلقة بيسري عليها امر العزباء في ناحية عودة الشخص القديم او الحبيب القديم فهنا بتعود على الشخص اذا كان الشخص ده حبيب قديم ولا اذا كان الشخص اللي انا طلقت منه لو كان الشخص اللي أنا طلقت منه بالنسبة للمطلقة وإنه أشوف إنه عاد لحياتي مرة تاني فلو أنا بتمنى برضو أنتبه لأن دي بتقول لها إنه خلي بالك ربما إنه عودة بالفعل وربما إنه هنا حديث نفس فالرؤية حيبقى فيها أكتر من رمض لازم تذكري للمعبر عشان ما تغديش الكلام وخلاص إنه رجع ده معنى إن فيها عودة ود أو إن حد يقولك ده حيرجع وفيه كلام على ارتباط ما بينك ومش عارفة إيه لأ تعليش نفسك بأمال ذائفة اسكري الرؤية كاملة هي اللي حتبينك مش مجرد عودته لأ عودته دي رمض لأمور كتير قوي ربما إنه هم تخلصت منه ولقدر الله حيعود مرة تانية ربما إنه هو هيكلمك في ناحية ارتباط وعودة ما بينكو بالفعل والرؤية هي اللي حتبين طيب لو كان بقى حبيب قديم هو مش طالقي هو شخص من الماضي هنا أنتبه هل أنا بفكر إن أنا أعود لعمل من الماضي أو دراسة توقفت عنها ولا لا لو أنا بفكر وشفت الشخص أو الحبيب القديم رجع لي تاني بالنسبة للمطلقة ده معنى إنه خدي خطوة كنحية عودة لأمر من الماضي يعني أعود للدراسة اللي توقفت عنها أعود لعمل أنا تركته لأن الأمر حيبقى فيه خير عظيم جدا ليكي فهنا بتكون تنبيه إن فيه خطوة لازم تغذيها الفترة اللي جاية ولكن الخطوة بنحية إيه؟ الخطوة في إن فيه أمر من الماضي تركته والأفضل إن أنا أعود ليه ولكن الأمر هنا بيعود على ناحية دراسة أو عمل توقفت عنه ما ننساش الصلاة على الرسول عليه